موسيقى صح الخبراء الياباني باتخاذ الاجراءات التالية سابسكرايب لايك كومنتو فايفرتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي تناميد سنة التالية مرحبا بكم اذا سنكمل المراجعة للدروس اللي بديناها في الفيديو السابق رأينا الجزء الأول المتعلق بالأغذية والهضم الامتصاص سنرى اليوم الجزء الثاني الذي يتعلق بالفاقات والكلتات الغذائية وبقية الجهاز الهضمي اذا بالنسبة للفاقات الغذائية شفنا في الدرس الامتلة مختلفة اذا عندنا هنا فاقة اللي كتسمى بالكساح اذا كما تشوفوا عندنا صورة لأطراف سفلية لطفل مصاب بالكساح اذا من أعرض هذا المرض نجد تقوز الساقين سيكون اما داخلي او خارجي على شكل اكس او او وهناك كذلك تأخر المشي عند هؤلاء الأطفال وكذلك تأخر في ظهور الأسنان بالإضافة بطبيعة الحال إلى أعراض أخرى سوف نحاول فقط سوف نعطيكم أمثلة الأعراض لأنها فقط غير مراجعة يعني لك انت عاقلها يعني لجوجة الأعراض رمزيا سوف ينفعوك يوم امتحان ليس بالضرورة تكون حافظ الأعراض كاملين هنا ينجم هذا المرض عن سبب الكساح كما شاهدنا he نقص في فيتامين وكذلك في الكالسيوم ومع أقلة تعرض يعني لأشياء الشمس اعني أن الأطفال ما يتعرضوش لأشياء الشمس بالشكل الكافي عاد عندهم طابعة الحال نقص للكالسيوم وفيتامين D في تغذية ذيهم بطبيعة الحال يجبه على الأطفال يعني تناول أغذية غنية بالكالسيوم وفيتامين D مع التعرض الكافي لأشياء الشمس يعني خصوصا في الصباح يعني الباكر وعند غروب الشمس إذن بالنسبة للأغذية التي تحتوي على فيتامين تي والكالسيوم نجد الحليب ومشتقاته الكابيد وكما قلنا للتعرض الكافي لأشياء الشمس هنا لدينا مرض الهزال الإقتياتي هذا طفل مصاب بالهزال الإقتياتي إذن من أعرض هذا المرض نجد أن الشخص أو الطفل تكون له بنية هزلة كذلك جلد جاف ومتجاعد يكون له مظهر شيخوخي إذن السبب هذا المرض ينجب هذا المرض عن قلة في التغذية خصوصا بشكل أغذية بشكل عام وخصوصا الأغذية بروتينية الحرارية إذن سكرية الدونية بروتينات إذن سوب الوقاية من هذا المرض هو تناول أغذية بكمية كافية ويجب أن تكون متوازنة لدينا هنا الطفل مصاب بالكواشيركور إذن الكواشيركور كنا من أعراضه كنا نخفاض في حجم النسيج العضالي هؤلاء الأشخاص يعني يعانون من أديماء الأطراف والوجه وانتفاخ على مستوى البطن وكذلك من ذلك هناك من ضمن أعراضه الشعر جف وقابل للتساقط هذا المرض ينتج عن نقص في الأحماض الأمينية أي في البروتينات الحيوانية بالضبط للأحماض الأمينية بما يشفنا يعني في بعد التمارين إذن سوب الوقاية من مرض الكواشيركور هو يعني تناول أغذية غنية بالبروتينات الحيوانية يعني كاللحمة نطور الدجاج والبيض لديه هنا طفل مصاب بداء الحفر إذن داء الحفر هو فاقة غذائية كذلك إذن من أعراض هذا المرض التهاب لتت الأسنان تساقط الأسنان كذلك ونزيف الحفر الأنفية مع التهاب يعني على مستوى مخاطية الأنف والفم دونك ينجم هذا المرض عن قلة أو نقص دي الفيتامين سيف تغذية يعني الأشخاص سوب الوقاية منه بطبيعة الحال تناول أغذية غنية بالفيتامين سي كالبرتقال، طماطم، الفلفول الأصفر إلى غير ذلك بالنسبة لمرض التدرق دونك من ضمن أعراض مرض التدرق انتفاخ كما تلاحظون الغدة الدراقية وهناك كذلك اضطرابات عصبية يعني مختلفة ينجم هذا المرض عن نقص في مادة اليود دونك في التغذية للأشخاص سوب الوقاية منه بطبيعة الحال تناول أغذية غنية باليود كمثل فواكه الباحة الحبار القشريات واستعمال منح الطعام بكميات معتدلة إذن بالنسبة لتعريف الكولتا الغذائية كما رأينا في الثلاث هي كمية الأغذية البسيطة المعدينية والعضوية التي تغطي حاجية الجسم اليومية يعني لك تغطي حاجية الجسم يعني في اليوم خلال 24 ساعة وهذه الكلتا يشترط فيها أن تكون متنوعة وكافية من حيث الكم والكيف يعني من حيث الكمية والكيف هنا الشرح توازن ما معنى توازن كمي يعني أن تكون الأغذية كافية من حيث الكمية وتوازن كيف يعني أن تكون أن تتوفر على جميع أصناف الأغذية البسيطة وممتال حسب شروط التغذية المتوازنة بالنسبة للأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي نجد مجموعة من الأخطار التي تهدده مثلا تسوز الأسنان قرحة المعيدة الإسهال لإمساك التسمم الغذائي بالنسبة لطرق الوقاية بطبيعة الحال تسوز الأسنان تفادي كل وسائل السلوكيات التي تسبب التسوز كمثلا تناول أو الاكتار من تناول الأغذية الغنية بالسكرية يجب كذلك القيام بتنظيف الأسنان بشكل يومي على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم بمعجون غني بالفريور وبطبيعة الحال يرى تطبيب الأسنان بشكل منتظم يجب كذلك التفادي الإسهال والإمساك التسممات الغذائية تجنب استهلاك مياه غير صالح الشرب مع غسل الخضر الفواكه بشكل جيد والحرص على تناول أغذية طارية غير ملوتة كذلك التجنب الأكل السريع والأكل السريع وتناول أغذية أو الطعام في مواقع الصحيحة إذن كذلك شرب مياه من مصادر متوق منها شرب كمية كافية من الماء ويجب أن نحرص على أن تكون هذه المياه صالحة للشرب والحرص كذلك على النظافات اليدين قبل الأكل وبعده من أجل أن ننظيفها من الجارات نتقل إلى الجزء الثالث التنفس ووقاية الجهاز التنفسي إذن بالنسبة لما يهمنا في درس التنفس أكثر هو تبادلات الغازية التنفسية على مستوى الرئتين يعني على مستوى الأسناخ الرئاوية كما تلاحظ هنا لدينا سنخ رئاوي لدينا قيمة السنخ الرئاوي يحتوي على الهواء السنخي ولدينا قيمة الضغط الجزء لأو 2 وللسي أو 2 يعني تنائي الأكسجين تنائي أكسيد الكربون لدينا هنا شعارة دموية محيطة بالسنخ الرئاوي الدم الداخل للسنخ الرئاوي والدم الخارج من السنخ لدينا قيمة الضغط الجزئي على مستوى الدم الداخل نفس الشيء بالنسبة لقيمة الضغط الجزئي لأو 2 والسي أو 2 على مستوى الدم الخارج من السنخ لنشرح هذا بكيفية تبادلات الغازية التنفسية على مستوى الأسناخ الرئاوية لنقص التعاف واحدة مسألة اللي هي مهمة بأن هذه التبادلات الغازية التنفسية فهي تحكم فيها وهو واحد الخاصية اللي كتسمى بخاصية الضغط الجزئي هذا الخاصية كما شرح نفتس أشنو كتقول كتقول بأن الغازات خصوصا نحن اللي كيهمنا هو هو أو 2 و السي أو 2 بأنها كتنتشر حسب هذا الخاصية يعني من الوسط اللي كيكون فيه الضغط مرتفع الوسط اللي كيكون فيه الضغط منخفض عربي إذا دوني السيد فهي تلبط بأن نحن الغازية لكن من خ strong سنعرف طبيقات الجزئي ساعد للغازية التنفسية الغازية التنفسية على مستوى الأسناخ الرئؤوية على مستوى الأسناخ الرئاوية علينا أن نعرف هاد التبادلات لأني لكم تبايدل شوا تعني بذلك لأنها كي تبايدل عربي إذا كي يكون ما بين الدم وما بين بطبيعة الحال الهواء السنخي. الهواء السنخي. اذا كما تشوفوا هنا الهواء السنخي ارى فيه غازات تنفسية هما النبل الاسود. الكرية السوداء تتمثل لنا السوداء. الكرية البيضاء تتمثل اوضو. اذا كان جزئات ديال اوضو كان جزئات ديال السوداء. نفس الشيء بالنسبة للدم. اذا يقع تبادل ديال هاد الغازات ما بين الدم طبيعة الحالي موجود على مستوى السعارة الدموية. والهواء السنخي. يعني شكون احنا في الدرس شنا بان الدم نعلم مستوى العنية التبادلات اشنو الدور ديالهم. هالتبادل تلي كاتمة بين الدم والهواء السنشنو الدور ديالها. هو تزويد الدم بي اوضو. وتخلصيه من السي اوضو. هادا هو الدور اللي كاتقوم به. تخلصيه من السي اوضو. اذا كيفاش غايت ديال الدم حتي تزويد بي اوضو. بطبيعة الحال هنا كما كتشوفوا كالمرور ديال اوضو من الهواء السنخي الى الدم. علو علش اوضو كيدوز من الهواء السنخي الى الدم لانه لانك يخضع هاد الانتشار دلغازات. انتشار الغازات انتشار الغازات يخضع لخاصيات الضغط الجزئي خاصيات الضغط الجزئي. ونقول كذلك يعني مبدأ الانتشار يعني اوضو كما كتشوفوا معي الضغط به الززء على مستوى الهواء السنخي يقوم بعمل 13.3 وفي الضغط الداخل يقوم بعمل مستوى الهواء السنخي الضغط به الززءة على مستوى الدم الداخل الززء من الغاز التقدم الهواء السنخي هذا ما نرى هنا أن O2 يدوز من الهواء السنخي إلى الدم إذن نفسي هنا إذن نفسي هنا هذه المسألة هي التي تسمح الدم أنه يزود باش بي O2 تخلصي من CO2 هنا هنتم ما تشوفوا بأن CO2 يدوز من الدم ويمشي الهواء السنخي هاي هنا هاي هنا علاش لأن لا رجعنا هنا لطاقة الجزء دية CO2 على مستوى الدم الداخل لطاقة 6.1 كيلو باسكال وهنايا على مستوى الهواء السنخي 5.3 كيلو باسكال إذن هنا الضغط الجزء دية CO2 مرتفع هنا منخفض إذن غايمشي من CO2 من الوسط اللي في الدم منخفض عفوا الدغط مرتفع الوسط اللي في الدم منخفض يعني غادي يمشي من الدم إلى الهواء السنخي وهكذا يعني الدم غادي يتخلص من السي أو دو هدو هم التبادلات الغازية التنفسية الآن كتلقى واحد السؤال يقول لك لماذا يجب تجديد الهواء السنخي لماذا هذا الهواء اللي كان على مستوى الأسنخ يجب تجديده نحن نتكلمه على تجديد الهواء السنخي إذن إذن رأنا بأن هدو التبادلات الغازية التنفسية هي كالتمن نتيجة لاش نتيجة اختلاف ديال الضغط ديال هاد الغازات ديال الأوضو ديالس الأوضو ما بين الدم وما بين الهواء الموجود في الأسنخ إذن باش يبقى عنا دائما هادك الفارق ديال الضغط ما بين هاد الوساطين خس هاد الهواء هادا اللي كان على مستوى الأسنخ يتم تجديد دياله كيفاش كي يتجديد يعني عن طريق الشاهق والزافير نحن نشوفو الهواء الداخل للسنخ عندك يدخل يعني الهواء للسنخ خلال الشاهق وهنا الهواء الخارج خلال الزافير إذن الدور ديال الشاهق والزافير ما يسمى بالدهوية الرئوية دونك الدور ديالهم هو الجديد الهواء السنخي الجديد الهواء السنخي شنوى الدور دياله هو الحفاظ على فارق دونك سيكون معدل فارق ديال فارق ضغط الغازات التنفسية الغازات التنفسية دونك هناك نتكلمه على على O2 O2 C02 بين دم الشعير يعني اللي كيف الشعيرة الدموية والهواء السنخي هذا هو الدور باش دائما ضمان من أجل هذا ضمن التبادلات ضمان حدود يعني التبادلات الغازية التنفسية والا كما رأيته في الثماري الذي أضعنا في الثلاثير لا يسألون ما يبعيده على هذا الشيء الذي تكلمت عنه يجب أن يجب أن يتحكم من هذا الانتشار يجب أن يتحكم خاصية الضغط الجزئي ما هو الضغط الجديد للهواء السنخة؟ هنا هو الحفاظ على فريق الضغط الغازات التنفسية بين الدمشوائر والهواء السنخي بأجل ضمان حدود هذه التبادلات الغازية التنفسية سوف نشاهده في نماذج الامتحانات المحادة سوف نرى لا شيء حاجة صعبة بالسف إذن تعتبر الأسنخ الرئاوية الوحدة البنية والتي تتم فيها تبادلات الغازية التنفسية بين الدم والهواء الذي يصلها عبر المسالك التنفسية نعم تتم تبادلات الغازية التنفسية نتيجة لاختلاف ضغط تنائي الأكسجين و تنائي أكسجين الكربون من جهة الجدار الفاصل بين الدم بطبيعة الحال الدم موجود الشعر الدموي والهواء السنخي لحفاظ على الفرق في ضغط هذه الغازية تطلب الأمر جديد مستمع كما قلنا للهواء السنخي إذن بالنسبة للتبادلات الغازية التنفسية على مستوى الأعضاء إذن نحن نذهب هنا في تبادلات الغازية التنفسية على مستوى الأعضاء كما قلنا للهواء السنخي لدينا بطبيعة الحال هذا عبارة عن خلايا لدينا مجموعة من الخلايا لدينا على مستوى الأعضاء أعطونا هنا بطبيعة الحال الضغط ديال O2 الضغط ديال O2 الضغط الجزئي ديال CO2 على مستوى الأنسجة أعطونا كذلك الضغط ديال O2 الضغط الجزئي ديال O2 ديال CO2 على مستوى الدم الداخل العضو وعلى مستوى الدم الخارج من العضو إذن نحن نرى كيف هي وقعات تبادلات الضغازية التنفسية على مستوى الأعضاء إذن اللي خصيك تعرف في هذه الفقرة هو أن الخلايا هي يعني دائما كتحتاج بطبيعة الحال إلى O2 وكتحتاج أنها تخلص من CO2 يعني هنا الدم الداخل كما تشوف معي رفع جزئيات ديال O2 وجزئيات ديال CO2 يعني أشن نحدد أشن نتجار اللي غدي يؤقته يعني O2 وكتحتاج بالنسبة إلى قارن التمعاة دائما تبادلت الضغازية التنفسية على مستوى الأعضاء هي الأخرى بحالها بحال تبادلها كتحت اخضاع المبدأ ديالرد الضغط الجزئي المبدأ الضغط الجزئي يعني الضغازات ستتشير من الواسط اللي فيه الدغط منخافض يعني مسط اللي فيه الدغط مرتفع والوسط اللي فيه الدغط منخافض بمعنى الضغط الجزئي دي الأودو في الدم كبر من الضغط دياله على مستوى الأنسجة إذن أودو مني غاد يمشي من الدم إلى الخلايا إذن هكذا يعني الخلايا غادي تحصل بطبيعة الحال على أودو ولقرنا الضغط الجزئي ديال السي اودو كيساوي ربعين هنا يا ربعين وهنا كيساوي قيمة لفيتة ستة أوربعين كبر قطعم ستة أوربين يعني هنا يا ضغط الجزئي ديال السي اودو على مستوى الأنسجة دون كسر من الضغط دياله على مستوى الدم إذن السي اودو غادي ديو زمانين من الخلايا الدم وعلى السي اودو اهنا كذلك السي اودو إذن بهذه الطريقة تحت يعني اختلاف ديال الضغط نتيجة اختلاف الضغط الغازات التنفسية من بين الأنسجة والدم دونك الخلايا كتتحصل على اودو وكتخلص من السي اودو إذن هناك تبادلات غازية تنفسية بين الأنسجة والدم إذن هنا كما كنلاحظو عنا وجود ديال واحد السائل اللي كي تسمى اللمف بيفورجي كما قلنا في الدرس بأن الخالية هي بعيدة إذن ليس لها اتصال مباشر مع شعر الدموية إنما يعني من سوف يمكنها من الحصول على اودو كذلك مواد القيت وتخلصها من الفضلات يعني سي اودو فادلات الأزوتي النتيجة عن نشاطها هو اللمف بيفورجي إذن هذا السائل هذا السائل الذي يسمى اللمف بيفورجي بيفورجي لأنه يغمر يعني الخلايا يعني كيغطي الخلايا هو سوف يلعب دور الواسط بين يعني هذه الخلايا وبطبيعة الحال الدم إذن بعد خروجه بطبيعة الحال عبر جدار شعرات الدم وذنك سوف يجلب معه اودو ومواد القيت وعند رجوعه بطبيعة الحال سوف يعني يخلصها من السائل والفضلات الأزوتي إذن يعتبر التنفس ضروري لضم الوظائف الحيوية لجميع الأعضاء ويتجلى في امتصاص تنائي الأكسيجين وطرحت تنائي أكسيد الكربون ويعد الوسط الداخلي وسيطا مباشرا لهذه التبادلات هنا وسيط الداخلي إذن كنتكلم على الدم واللمف وسيطا مباشرا لهذه التبادلات بين مدى كما قلنا يعني بين الخلايا وبين خلايا الأعضاء والهواء نتيجة اختلاف ضغط تنائي الأكسيجين وتنائي أكسيد الكربون بين داخل الخلايا المكونة للأنسجة والوسط الداخلي هنا سنتكلم على واحد الججد المفاهيم التنفس الخلاوي التنفس الخلاوي والتمثل الخلاوي إذن بالنسبة للتنفس الخلاوي أشنا هو دونك هنا كتشوفوا معيه ججد أسهم يعني شي حاجة اللي كتحصل عليها الخالية من الدم دونك الخالية كتحتاج دونك في النشط ديالها التنائي الأكسيجين دونك كتحتاج التنائي الأكسيجين دونك أو دو وكتحتاج كذلك إلى مواد القيت كمثال غليكوز غليكوز مثلا دونك إذن بعد ما غادي تحصل عليهم غادي تعمل على أكسادات مواد القيت يعني أكسادات مواد القيت وهذا الأكسادات مثلا منك تأخذ غليكوز دونك غليكوز زائد دونك هذي كنت تسكنمو على الأكسادات غليكوز زائد دونك كم هذي يعطينا يعطينا الطاقة إيرجي أ طاقة بطبيعة الحال هذي الطاقة يعني هذي الأكسادات إن شاء الله طاقة وفي نفس الوقت عنا يعني هناك فضلات إذن الفضلات اللي غادي يتم طرح ديالها على مستوى الدم إذن هذي الطاقة شكتديل الخالية كتأخذ جزء من هذي الطاقة هذي في الإنتاج ديال مركبات جديدة إنتاج مركبات جديدة كتستعمل جزء من هذي الطاقة باش كتركبها لديك العناصي اللي كيحتاجة جسم ديالنا اللي تقدر تكون هرمونات أنزيمات مدخرات حطياتي إلى غير ذلك إذن هذي الطاقة دا بديل استعمال جزء من الطاقة في إنتاج مركبات جديدة هي اللي كتسمى تمتول خلاوي والاستعمال ديال O2 في أكسادات مواد القيت هو اللي كتسمى التنفس الخلاوي إذن هنا لأكسادة تعطينا طبيعة الحال الطاقة زائد CO2 زائد فضلات أخرى هنا كنت تكلمو في التنفس الخلاوي التنفس الخلاوي وتمتول الخلاوي رأنا نقرأ تشيره كله كان في الدرس ديال التنفس فقط نديرو هنا غير مراجعة دونك تمتول الخلاوي هنا دونك استعمال الخالية لجزء من الطاقة المنتجة الطاقة التي تنتجها من أجل من أجل تركيب مركبات جديدة مركبات جديدة مثل مثلا أما قلنا أنزيمات هرمونات إلى غير ذلك لك هذا نفهم ديال التنفس وديال يعني التمتول الخلاوي إذن هنا هناك تنفس خلاوي وهنا تمتول خلاوي إذن استعمال جزء من الطاقة في إنتاج مركبات جديدة يتجلى التنفس الخلاوي في استعمال تنائي الأكسجين لهدم مواد القيت هدم مواد القيت لإنتاج الطاقة الضرورية النشاط الخلية وترتب عندك طرح تنائي أكسيد الكربون بإضافة إلى فضلات أخرى الزوطية إذن بالنسبة للأخطاء المهددة لسلامة الجهاز التنفسي نجد التدخين مرض السل وتلوت الهواء بالنسبة للتدخين عواقبه على الجهاز التنفسي لهدم الأهداف التي تكسب مسالك التنفسية لإصابة بصرطة الرئى لإصابة بالربو نتيجة تقلص مسالك التنفسية بسبب النيكوتين سبول الوقاية يجب الإبتعاد عن التدخين وأوسط التدخين ومورسط الرياضة في الهواء الناقي بالنسبة لمرض السل هنا مجموعة من الأعراض ارتفاع الحرارة الشعر بالتعب والهزال والسعر الشديد بطبيعة الحال سبول الوقاية تلقي حد الضمار السل باستعمال نقاح بسجري والتدكير بي وفق الجدوى التلقيحات تجنب كذلك مخالطة الناس في حالة الإصابة وإجراء فحص طبي عند الإحساس بعلامة غير عادية بالجهاز التنفسي بالنسبة لتلوت الهواء العواقب على الجهاز التنفسي قصور التنفسي يعني صعوبة في التنفس وهو مثلا الربو تفتقر معه الأعضاء لأودو ويتركم معه السؤدو في دم الأشخاص المصابين بالوقاية ممارسة الرياضة في فضاءات خارج المدينة يعني بعيدة عن تلوت عن أماكن الصناعية كمثلا الغابات وزرع مساحات الخضراء ثم المساهمة الفعالة في الحد من التلوت الهوائي هنا فقط شراءتنا على فتس تلوت الهواء فقط تعقلوا أمثلة الأخطار المهددة لما نطلب لكم مدحان تدخين مرض السؤول تلوت الهواء والعواقب كتاقل على واحدة أو جوج لا يمكن أن تكون حافظة هنا على الأقل واحد ثلاث جوج ثلاثة العواقب وصوب الوقاية بطبيعة الحال ثلاثة ثلاثة شكرا لكم على انتباهكم وإلى أجزاء أخرى إن شاء الله خبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر